ارتفاع ضغط الدم بالنسبة لضغط الدم ضغط الدم المثالي 120-80 لكن 130-85 هذا طبيعي أيضا أعلى من 140-90 هذا يعتبره فعلا مريض ضغط بداية من 140-90 من 140-160 ضغط انقباطي و من 190-100 ضغط انبساطي هذه المرحلة الأولى هذا أنت دخلت في المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم و من 160-180 ضغط انقباطي و الضغط الانبساطي من 100-110 أنت في المرحلة الثانية من 180 فيما فوق و من فوق ال110 انبساطي أنت دلوقتي عندك ارتفاع في الضغط في المرحلة الثانية بالنسبة لما اتفقنا كلما اخرنا عليك الضغط كلما تكون كوليسترول على الشرايين و ضيقها أكثر و كلما كانت عضلة القلب تضعف أكثر لأنها ستجد مقاومة عندما الشرايين تكون ضيقة العضلة القلب المضخة تجد مقاومة من الشرايين نحن نسمي الضغط القاتل الصامت لأنه لا يوجد أعراض في معظم الأحوال ساعات نجد صداء و خصوصا في المنطقة الخلفية من الراس ساعات نجد دخل ساعات نجد دوار ساعات نجد طانين في الأزم ساعات نجد نزيف من الأنف لكن في معظم الأحوال لا يوجد أعراض وهذا مشكلة لأن المريض يقول لك أنني لا أحسس بشيء سأخذ علاج لها يا دكتور